قرار مفاجئ من السلطات السورية يشعل أزمة جديدة خطوة أثارت موجة من الغضب والاستياء بين المزارعين بعد قرار حكومة النظام السوري رفع أسعار المزوت الزراعي بنسبة تصل إلى 150% أكثر ثقلاً على كاهل فلاح محافظة اللازقية الذين يعتبرون أن هذا القرار غير عادل ويزيد من الضغوط الاقتصادية على عائلتهم لم يكن ذلك القرار الوحيد فقط فقبله تم رفع أسعار سماد اليوريا بشكل مفاجئ وهذا ما يزيد من التحديات التي تواجه المزارعين في مواصلة إنتاجهم المزارعون في المحافظة يبدون استياءهم من ارتفاع أسعار المزوت والأسمدة الزراعية لأنه سيؤتي إلى زيادة تكاليف الإنتاج إلى جانب أن المزارعين يواجهون أصلاً أعباء مرتفعة في سبيل الحصول على موسم زراعي جيد بما في ذلك تكلفة المبيدات الحشرية والأدوية وأجور العمال والنقلة يرى المزارعون أن ذلك القرار سيجبر المزارعين على رفع أسعار منتجاتهم من الخضروات والفاكهة وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الزراعية في السوق البعض الآخر يرى أيضاً أن كثيراً من المزارعين بعد ذلك القرار قد يتوقفون عن الزراعة بالكامل بسبب عدم قدرتهم على تغطية هذه التكاليف المتصاعدة مما سيؤثر سلباً على كمية المحاصيل المتاحة في السوق تكرار هذه الارتفاعات في الأسعار بجانب تدهور الأوضاع المعيشية يؤدي إلى أزمة حقيقية في القطاع الزراعي فالمزارعون يتحملون التكاليف الباهظة بينما لا يستطيعون التحكم في أسعار البيع حيث تفرض الحكومة أسعاراً لمنتجاتهم لا تتناسب مع التكاليف الفعلية التي يتحملونها الكثير من فلاح اللذيقية من من يزرعون محاصيل أساسية كالحمضيات والزيتون والقمح سيضطرون إلى التخلي عن زراعتهم هذا العام بسبب تلك القرارات بجانب ارتفاع أسعار المزوت رفعت حكومة النظام السوري أيضاً سعر طن سماديليوريا إلى أكثر من 9 ملايين ليرا سوريا بزيادة تقدر بحوالي 300 ألف ليرا دفعة واحدة وهذا ما يجعل الخبراء يرون أن هذه الزيادة ستؤدي إلى إنتاج ضعيف للمحاصيل الزراعية وستزيد من صعوبة تأمين المنتجات الزراعية للسوق مما يسهم في ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المستهلكين أيضاً الخبراء يرون أيضاً أن سكان المناطق الساحلية يعتمدون بشكل رئيسي على الزراعة كمصدر أساسي للدخل لذلك فإن هذا القرار سيؤدي حتماً إلى تفاقم مشكلة البطالة وزيادة معدلات الفقر فمثل هذه القرارات التي تسقل كاهل الفلاحين ستتسبب في كارثة زراعية كبيرة على مستوى المحافظة وربما البلاد السلطات السورية بررت موقفها من تلك القرارات بأنها تهدف إلى معالجة مشاكل تجارية واستغلالية في سوق المزوت حيث أشارت إلى أن هناك فعاليات صناعية كانت تتاجر بالمزوت المدعوم مما جعل من الصعب توفير هذه المنتجات بأسعار مدعومة للمستفيدين الحقيقيين رغم تبريرات الحكومة إلا أن المزارعين يعتبرون أن هذه المبررات لا تعكس واقعهم ويعتقدون أنها تزيد من تعقيد حياتهم اليومية وتضعف من قدراتهم على الاستمرار في النهاية يبقى السؤال ما هو مستقبل الزراعات في سوريا وتحديدا في محافظة اللاذقية هل يؤدي استمرار الحكومة السورية في رفع أسعار المواد الأساسية للزراعة إلا تخلي المزارعين عن أراضيهم هل يكون ذلك مؤشرا لخطر حقيقي على استقرار الإنتاج الزراعي في اللاذقية وربما في مناطق أخرى من البلاد بالنظر إلى اعتماد العديد من سكان الساحل السوري على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل ترجمة نانسي قنقر